طبعا جراحة التكميم هي جراحة كفكرة بسيطة أبسط يعني إنه أنا مجرد إني بصغر بس حجم المعدة إنما الجهاز الهضمي موجود ومفروض إنه هو بيشتغل بشكل يعني شبه طبيعي المعدة موجودة الأكل بيعدي على كل جزء من الجهاز الهضمي وبالتالي التغيير اللي أنا بقى أحدثه في الجهاز الهضمي تغيير محدود ما فيهاش توصيلات برضو بخلاف العمليات الأخرى زي التحويل مثلا وبالتالي نسب مضاعفاتها العامة يعني بتبقى محدودة وأقل فهنا نقص العناصر الغذائية تبقى طبعا موجودة إنما أقل بكتير من عمليات التحويل مواضيع بقى الانسداد والقرح والحاجات اللي بتبقى أقل طبعا من عمليات التحويل فهي عملية بسيطة ولكن لها عيوب ترجمة نانسي قنقر